بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة هنتكلم عن الفريم ريلي الفريم ريلي او بروتوكول ترحيل اطر المعلومات وهو بروتوكول يعمل بطريقة الباكيت سويتشنج او بطريقة تبديل اطر البيانات وهي واحدة من طرق الشبكة الواسعة او الربط الفروع من خلال الشبكة الواسعة واللي بتعتمد فكرتها على انه يتم ربط الفروع بخطوط هذه الخطوط تكون لمجموعة من المشتركين يتشاركون في دفع في مقابل هذا الخط مما يجعل التكلفة اقل مما لو كان الخط محجوز بشكل كامل لعميل او لشركة معينة بروتوكول الفريم ريلي او تقنية الفريم ريلي هي تطوير البروتوكول سابق اللي هو بروتوكول الاتم وشاركت ثلاث شركات في عملية تطوير هذا البروتوكول وهي شركة سيسكو وشركة المعدات الرقمية وشركة ستراتا كوم يقوم بروتوكول الفريم ريلي بربط الفروع ببعضها البعض بعدد من الاشكال فعليا لدينا ثلاث اشكال ليقدمها لنا الفريم ريلي كعملية ربط فيما بين الفروع الشكل الاول اللي هو الربط الكامل الفول مش واللي زي ما احنا شايفينه هنا في الصورة اللي امامنا هذا هذه الصورة اللي امامنا بتمثل الربط الكامل الفول مش الربط الكامل وهو كما نرى ان يملك كل راوتر اتصال مع الراوتر الاخر من خلال الفريم ريلي كلاود او شبكة الفريم ريلي بحيث في كل راوتر سوف نقوم بتقسيم المنفذ المادي الواحد الى ثلاثة منافذ وهمية فيرجوال وهذا النوع يعتبر الاغلى والاكثر تكلفة لان كل وصلة افتراضية تربط الراوتر مع راوتر اخر رح يتم الدفع في مقابلها النوع الثاني الربط الجزئي البارتيا المشتبوليجي والربط الجزئي وهو زي ما احنا شايفينه هنا في الصورة اللي امامنا هذه الصورة بتمثل الربط الجزئي وهو ان بعض الراوترات تملك اتصال مباشر مع الراوترات الاخرى وبعضها يتصل بالراوترات من خلال راوتر اخر وهذا النوع اقل تكلفة من الفول مش النوع الثالث واللي هو الرئيسي والفروع hub and spoke typology وهذا النوع هو الاكثر استخداما وذلك لانه الاقل تكلفة وفكرة زي ما احنا شايفين في الصورة اللي امامنا فكرة هو ان يكون هناك راوتر يمثل الهب اي الراوتر الرئيسي وهذا الراوتر هو يتصل بجميع الراوترات الموجودة في الفروع الاخرى وبشكل مباشر وكل الفروع تتصل فيه وعندما يريد فرع ان يتصل بفرع اخر فعليه ان يقوم بارسال البيانات الراوتر الرئيسي ومن الراوتر الرئيسي سوف يتم ارسالها الى الراوتر الفرع مثلا عندنا هنا الراوتر واحد هو الراوتر الرئيسي بيتصل بشكل مباشر مع الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة الان الراوتر اثنين لو اراد ارسال بيانات الى راوتر ثلاثة فسوف يرسلها الى راوتر واحد راوتر واحد سوف يقوم بارسالها الى الراوتر ثلاثة المشكلة في هذا النوع انه لو تعطل الراوتر واحد اللي هو الراوتر الرئيسي اللي هو الهب لو تعطل العمل لأي سبب فإن ذلك يعني تعطل لكامل شبكة الفريم ريلي طبعا لو تعطل الراوتر واحد فذلك يعني رح يتعطل الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة كذلك يجب أن يكون الهب هو صاحب أعلى مواصفات كهاردوير لأنه يقع على عاتقه ربط الراوترات كلها ببعضها البعض إشارات بروتوكول ترحيل أضر المعلومات الفريم ريلي سيجنالينغ واللي هي الإشارات التي يتم استخدامها في داخل شبكة الفريم ريلي فيما بين سويتشات الفريم ريلي حيث أنه عن طريق بروتوكول أو إشارة التراسل يتم تبادل معلومات عن حالة المنافذ ومعلومات عن الشبكة مثل إضافة دوائر جديدة أو حذف دوائر جديد أو حذف دوائر كانت موجودة حصول عضل في إحدى الدوائر ويوجد لدينا ثلاثة بروتوكولات للتراسل اللي هي عندنا هنا الانسي ويطلق عليها تي وان دوت ستمية وسبعتاش وأيضا يطلق عليها أحيانا الأنكس تي عندنا النوع الثاني من أنواع الإشارات اللي هو الاي تي يو ماينس تي ويطلق عليه أيضا كيو دوت تسعمية وثلاثة وثلاثين ويطلق عليه أيضا الأنكس اي وعندنا النوع الثالث اللي هو ال ال ام اي وعملية الاختيار بتكون حسب شركة الاتصالات وحسب أنواع السوشات الموجودة في شركة الاتصالات معدل تمرير البيانات تاتا ريت ان فريم ريلي الفريم ريلي يقوم أو يعمل ضمن مبدأ الباكيت سويتشينج حيث يقوم الفريم ريلي بجعل مجموعة من العملاء يتشاركون في استخدام خط اتصال واحد مما يقلل التكلفة ولأن مبدأ عمل الفريم ريلي قائم على المشاركة فإنه يتم زيادة السرعة في حال عدم الازدحام وتصل السرعة إلى الحد الأدنى عند الازدحام والحد الأدنى هو السرعة المتفق عليها مع شركة الاتصالات والتي يتم اتفع في مقابلها السرعة المتفق عليها اللي هي ال CIR وهي السرعة المتفق عليها فيما بين العميل وشركة الاتصالات وهذه السرعة لا يمكن النزول عنها مهما كانت حالة الخط مهما كان حالة الخط سواء كان مزدحم أو فارغ لأن هذه السرعة بيتم الدفع مقابلها أما إذا كان الخط فارغ فممكن تزداد لكن طبعا ما رح تنقص مهما كان الخط مزدحم النوع الثاني من الأنواع السرعات الموجودة أو معدل تمرير البيانات في الفريم ريلي وهي عندنا سرعة التدفق الزائد واللي بيتم ترميزها بال بي سي وسرعة التدفق الزائد وهي إذا كان الخط غير مزدحم عندها من الممكن أن يتم زيادة السرعة إلى مرة ونصف عن المتفق عليه في السرعة يعني في السي آي آر النوع الثالث اللي هو سرعة الإفراط في الزيادة والتي يرمز إليها بالبي اي وفيها يتم زيادة السرعة إلى ضعف المتفق عليها في السي آي آر وهذا يحدث عندما يكون الخط فارغ ولا يتم استخدامه خلينا نتصور أنه إحنا تم الاتفاق في سرعة السي آي آر على سرعة مثلا كمثال يعني ناخذه 200 كيلو بيت في الثانية أو عفوا 200 كيلو بايت في الثانية هذه هي سرعة السي آي آر التي تكون موجودة حتى ولو كان الخط مزدحم لا يمكن أن نزول عن 200 كيلو بايت لو كان الخط يعني نصف فارغ يعني غير مزدحم غير نقول نصف المشتركين مثلا لا يتصلون عندها رح يتم رفع السرعة إلى الحد بي سي بي سي يعني رفع السرعة إلى مرة ونصف فعندنا هنا 200 رح يتم زيادة 100 كيلو بايت فرح تعمل الشبكة تبعنا بسرعة 300 كيلو بايت إذا كان الخط فارغ من الاتصال ولا يوجد فيه المشتركون لا يرسلون البيانات عندها رح نوصل لسرعة الإفراط في الزيادة واللي هي البي ولي رح تكون دبل فرح يتم أيضا زيادة 100 فتصبح لدينا 400 اللي هي 400 كيلو بايت اللي رح تكون دبل سرعة المتفق عليها وصلنا لنهاية هذه الرسالة وأتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته